أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر أهلا بك فارس أهلا بك يا أوسامة وإطلالة جديدة للأهلي خط أحمر بالتأكيد النهاردة كان في الشهر النهاردة كان في الشهر اللي يختبروا اللي 8 يناير 8 يناير سنة 1937 كان النادي الأهلي بيحقق الفوز بخماسية على الزمالك في دور القاهرة 5-1 فر أربعة مش فر اتنين كانت مباراة في 37 دور القاهرة من الآل فاز بخماسية عبل 3-1 ساق كان فيه 3 خماسيات وربعة موجودين في الخطر دي كمناستعرض نوم قبل كده طبعا وشيء غني جدا أن يكون في تاريخك 3 خماسيات كنا بنتكلم في تقريبا سنة وشهرين التلت خماسيات دول موجودين فيهم بالضبط تاريخ النادي الأهلي يا جماعة حافل تاريخ النادي الأهلي تفخر بي تاريخ النادي الأهلي كالعادة بيديك القدرة أن أنت دايما تبقى الأول ومن 1907 فارس وإنشاء النادي الأهلي وحتى هذه اللحظة بس غدا 9 يناير إن شاء الله النادي بيكرم بجائزة أفضل مؤسسة عربية في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم ولكابتن محمود الخطيب سافر الإمارات عشان يستلمها غدا إن شاء الله بالتأكيد هنتابعكم بكل الأخبار وهنكون معاكم في الحدث كالعادة ترجمة نانسي قنقر